أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة كتير من متابعيني من مرتجي تركيبات الأسنان المتحركة سواء طقم كامل أو تركيبة جزئية بمشابك أو حتى ريتينرز التقويم يقولولي يا دكتور الطقم بقى في رائحة كريهة الطقم عليه تصبغات الطقم لونه مش عاجبني وبالتالي أنا هبتجي أغسله أو أشطفه أو أنقعه في مية مغلية أو مية سخنة طبعا الموضوع ده ممنوع مانعا باتا مع أطقم الأسنان ممنوع أني أنقع الطقم في مية سخنة ممنوع أني أنظف الطقم أو أشطفه أو أغسله أو أفرقه في مية سخنة أو مية مغلية لأن المية المغلية للأسف بتأثر جدا على الطقم الطقم بيصنع من الأكريلي كريزن سواء الطقم العادي أو الطقم المطاطي المرن والأكريلي كريزن دي مادة أشبه بالبلاستيك فأنا لما حطها في المية السخنة أو في المية المغلية هيحصل لها رابتج رابتج يعني إيه؟ يعني بالبلد كده هتسيح وشكلها هيتشوه نبعد خالص عن المية السخنة نبعد تماما عن المية المغلية بنستخدم فيه تنظيف الطقم الفرشة المخصصة للطقم أو فرشة نعمة وبنستخدم معاها مية فترة وليس مية سخنة ولا مية مغلية أتمنى تكونوا استفدتم فعلا من حلقة النهاردة ولو في حد عنده أي استشارة طبية يكتبها لي في التعليقات ما تنسوش الإعجاب واللايك للفيديو ده دعم للحلقة ودعم للقناة أشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله